اشتركوا في القناة درسنا اليوم هو الجهاز الدوري للانسان ما هو الصوت الذي تسمعه في صدرك؟ لو وضعت يدك على صدرك عديد التلميذ كنت تجري بدلت مجهود كنت خائف كنت خائفة الصوت الذي نسمعه هو عبارة عن انقباض وانبساط عضلات القلب هو صوت قلبك الصوت الذي نسمعه الصوت الذي نسمعه هو صوت القلب هذا الشكل عضلة القلب عضلة القلب عضلة عجيبة تنقبض وتنبسط باستمرار بلا توقف في ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم عضلة القلب عضلة تنقبض وتنبسط باستمرار لضخ الدم لجميع أجزاء الجسم انقباض وانبساط عضلات عضلة القلب عفوا انقباضها وانبساطها هو اللي يعطيني الصوت اللي نحنا نسمعه تنقبض وتنبسط ليش لانها بش تضخ الدم لجميع أجزاء الجسم هل عضلة القلب هذي نحنا نتحكم فيها لا؟ هي عضلة لا إرادية لش المعنى لا إرادية بمعنى ان الانسان ما يقدرش يتحكم في عضلة القلب الله سبحانه وتعالى عطاها الميزة هذي لانها بش تضخ الدم لجميع أجزاء الجسم باستمرار عندنا عضلات اليدين والرجلين هل هن عضلات لا إرادية حتى هن؟ هل تشوف أرفع يدك تقدر ترفعها؟ بينزلها تقدر يعني يدك هنا انت اللي متحكم فيها صح؟ فهنا بالتالي عضلة لا إرادية عضلة إرادية لانك انت اللي بتحكم فيها لكن عضلة القلب انت متحكمش فيها بالتالي عضلة القلب هي عضلة لا إرادية وظيفتها انها تضخ الدم لجميع أجزاء الجسم عن طريق الانبساط والانقباض أين يوجد قلبك؟ يا عزيزي التلميذ أين يوجد قلبك؟ أين يوجد قلبك؟ دعي كل واحد يحب يده على صدره أين يوجد قلبك؟ يوجد القلب قريبا من منتصف الصدر قريب من منتصف الصدر يوجد القلب وين؟ قريب من منتصف الصدر بين الريئتين هذي رئة؟ هذي الرئة الأبطانية يوجد القلب قريبا من منتصف الصدر بين الرئتين من يحميه القفص الصدري عظام القفص الصدري تحمي القلب شن شكل القلب؟ شكله مخروضي شكل القلب مخروضي شكل القلب شنو؟ مخروضي إذن القلب يوجد منتصف الصدر بين الرئتين يحميه القفص الصدري وهو مخروضي الشكل ممتاز يميل إلى الناحية اليسرى من جسمك يعني القلب يكون تقريبا يميل إلى الناحية اليسرى من جسمك إذن لما واحد يقول لك وين أو أين يوجد القلب يقوله بين منتصف الصدر قريب عفوا من منتصف الصدر بين الرئتين يحميه القفص الصدري شكله مخروطي يميل قليلا إلى الناحية اليسرى من جسمه عزيز التلميذ هل تعلم أن حجم قلب الشخص البالغ شنو بالغ يعني الشخص الكبير في حجم قبضة يده تقريبا يعني شوف الوالدة أو أخوانك الأكبر منك في العمر أو والدة وخليه يقبض يده يسكر يده يعني هنا يكون حجم قلبه حجم القلب الشخص البالغ في حجم قبضة يده تقريبا مما يتكون الجهاز الدوري للإنسان مما يتكون الجهاز الدوري للإنسان يتكون من القلب لكن نحكو عنه توا هو مخروطي الشكل يميل إلى الناحية اليسرى من الجسم شنو أيضا حكينا على القلب يوجد بين الرئتين شنو حكينا آخر عن القلب قلنا أنه يحميه القفص الصدري وموجود قريبا من منتصف الصدر الشيء الثاني يتكون منه جهاز الدوري الدم إذن مما يتكون الجهاز الدوري للإنسان القلب ثم الدم أيضا الأوعية الدموية مما يتكون الجهاز الدوري للإنسان القلب نتكلمت الآن على الدم اللي هو المكون الثاني للجهاز الدوري المكون الأول للقلب وحكينا عليه في البداية نحكو توا على الدم اللي هو المكون الثاني يحتوي الدم على كوريات دم حمراء وكوريات دم بيضاء طبعا نأخذ شيء مبسط عن الدم في السنوات القادمة إن شاء الله تدرسوه بشكل موسع لكن من الفترة هذه نحتاجه ل أو هذا العام أنه نعرف أن الدم يحتوي على كوريات دم حمراء وكوريات دم بيضاء كوريات دم حمراء وكوريات دم بيضاء voluntary نبقى نعرف وشين وظيفة كوريات دم الحمراء وكوريات دم البيضاء أيضا شين وظيفتها كوريات الدم الحمراء تحمل الأكسوجين حول جسم كوريات الدم الحمراء تحمل الأكسوجين حول جسمك أما قريات الدم البيضاء الوظيفة الرئيسية الوظيفة الرئيسية لكريات الدم البيضاء الدفاع عن الجسم قريات الدم الحمراء تحمل الأكسوجين حول جسمك هذه وظيفتها الوظيفة الرئيسية لكريات الدم البيضاء الدفاع عن الجسم اتهام الميكروبات أي مكروب يدخل للجسم تبدأ تهاجم فيه كريات الدم البيضاء إذن الدم عليش يحتوي المكون الثالث من مقونات الجهاز الدوري للإنسان هو الأوعية الدموية المكون الثالث هو الأوعية الدموية الأوعية الدموية المتكونة من الشرايين الأوردة الشعيرات الدموية إذن الأوعية الدموية منش نتكونة من الشرايين الأوردة الشعيرات الدموية هذا شكل الشريان هو السهم الأحمر يدل على أنه دم مؤكسج أو يحتوي على عنصر الأكسوجين هذا الشريان في مننا تفرع التفرع هذا شعيرات دموية اللون الأحمر لهمها حاملة للأكسوجين هذا التفرع هذا أيضا شعيرات دموية لكن حاملة لثاني اكسيد الكربون. الشعيرات الدموية هذينا وين تشيلنا? تشيلنا عند الوريد. هذا وريد. هذا وريد شوفوا الشعيرات الدموية ربطت بين الشريان والوريد. الشعيرات الدموية هنا تحاملة لدم اكسج او مملوء بالاكسجين. هنا الشعيرات الدموية حاملة لثاني اكسيد الكربون. هنتكلموا عليهم. نجو ان تكلموا توها على الشرايين. هذا شكل الشريان الشريان شنو وظيفتها الشريان تحمل الدم الغني بالأكسوجين من قلبك إلى جميع أجزاء جسمك إذن الشريان هي اللي تحمل الدم الغني بالأكسوجين من قلبك إلى جميع أجزاء جسمك الشريان تحمل الدم الغني بالأكسوجين من قلبك إلى جميع أجزاء جسمك تركيبه عندها وضعه بشكل أكثر دقة تاخدوهم أيضا في الأعوام القادمة يهمنا توا نعرفوا أن الشرايين هي اللي تحمل الدم الغني بالأكسجين من قلبك إلى جميع أجزاء جسمك تحمل الدم الغني بالأكسجين من قلبك إلى جميع أجزاء جسمك هذه ما هي؟ هي الشرايين إذن قلنا الشرايين تحمل دم غني بالأكسجين وطعام مهلوم وماء الشرايين شن تحمل لجسم الإنسان أو لخلايا الجسم دم غني بالأكسجين وطعام مهبوم وماء عن طريق من؟ عن طريق الشرايين دم غني بالأكسجين وطعام مهبوم وماء القسم الثاني من الأوعية الدموية هي الأوردة القسم الثاني من الأوعية الدموية هي الأوردة هذا شكل الوريد شن وضيختها الأوردة تحمل الدم الغني بثاني أكسيد الكربون إلى القلب الأوردة أيضا نفس الشريين سيتم دراستها في الأعوام القادمة نعرف أن الأوردة تحمل الدم الغني بثاني أكسيد الكربون إلى القلب إذن عرفنا عزيزي التلميذ أن الأوردة تحمل دم غني بثاني أكسيد الكربون وفضلات الأوردة تحمل دم غني بثاني أكسيد الكربون والفضلات الشعيرات الدموية الشعيرات الدموية لها جدران رقيقة جدا لماذا؟ لها جدران رقيقة جدا لها جدران رقيقة جدا بيشتأدي وظائفها لهي عندها وظيفتين الأولى تنقل الأكسجين والطعام المهضوم والماء من الدم إلى الخلايا عن طريق جدران نقل الأكسجين والطعام المهضوم والماء من الدم إلى الخلايا الوظيفة الأولى للشعيرات الدموية تنقل الأكسوجين والطعام المهضوم والماء من الدم إلى الدم الوظيفة الثانية للشعيرات الدموية تحمل ثاني أكسيد الكربون والفضلات من الخلايا إلى الدم الوظيفة الثانية تحمل ثاني أكسيد الكربون والفضلات من الخلايا إلى الدم هذه الشريان شعيرات الدموية الأوردة هذه الأوعية الدموية عبارة عن شرايين شعيرات دموية أوردة أو وريد الشريان اللون الأحمر دلالة على أن الدم يحتوي على الأكسوجين اللون الأزرق الدم يحتوي على ثاني أكسيد الكربون وغتل هذا شكل الجهاز الدوري للإنسان هنا القلب في منتصف صدرق تقريبا هذا شكل الأوردة الشعيرات الدموية هنا عندنا الشرايين هل تعلم عزيز التلميذ لو التسقط جميع الأوعية الدموية في جسمك الأوعية الدموية من شرايين من أوردة من شعيرات دموية لو تم لسقها من الأطراف لطوقت الكرة الأرضية أكثر من مرتين ما معنى طوقت؟ يعني أحاطت بالكرة الأرضية يعني لفناها على الكرة الأرضية مرتين هذه من عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه لو التسقط جميع الأوعية الدموية في جسمك من أطرافها لطوقت الكرة الأرضية أكثر من مرتين الأوعية الدموية اللي موجودة في جسمك عزيز التلميذ ممكن لو تم لفقها من أطرافها تطوق الكرة الأرضية مرتين أو أكثر من مرتين مراجعة لما سبق اختار الإجابة الصحيحة عزيز التلميذ القلب يميل قليلا إلى الناحية اليسرى أم اليمنى القلب يميل إلى الناحية اليسرى أو اليمنى نعم القلب يميل إلى الناحية اليسرى أو اليمنى الإجابة القلب يميل قليلا إلى الناحية اليسرى يميل إلى الناحية اليسرى أحدهم سؤال الثاني أيضا نختار الإجابة الصحيحة شكل القلب مخروطي أو استواني شكل القلب بداية الدرس مخروطي أو استواني هل العبارة الآتية صحيحة أم خاطئة؟ عبارة اللي نحكو عليها أو نذكروها صحيحة أم خاطئة؟ ركزوا معي يوجد القلب قريبا من منتصف الصدر بين الرئتين القلب قريب من منتصف الصدر بين الرئتين أحسنتم أحسنتم إجابة صحيحة أو عبارة صحيحة هل العبارة الآتية صحيحة أم خاطئة؟ كريات الدم البيضاء تحمل الأكسجين حول جسمك كريات الدم البيضاء كريات الدم البيضاء بداية الدرس تكلمنا عليها هل هي صحيحة أنها تحمل الأكسجين حول جسمك؟ كريات الدم البيضاء تحمل الأكسجين حول جسمك أحسنتم إجابة أو عبارة خاطئة أحسنتم أكمل العبارة تنقسم الأوعية الدموية إلى فراغ الأول وفراغ الثاني وفراغ الثالث تنقسم إلى نقاط ونقاط ونقاط الأوعية الدموية إلى ماذا تنقسم ذكرناهم بداية الدرس تنقسم إلى نقاط ونقاط ونقاط أحسنتم الشرايين والشعيرات الدموية والأوردة الشرايين والشعيرات الدموية والأوردة الوظيفة الرئيسية لكريات الدم البيضاء كيف وظيفتها الرئيسية كريات الدم البيضاء؟ كريات الدم البيضاء الوظيفة الرئيسية لها نعم أحسنتم الدفاع عن جسمك أحسنتم إجابة الدفاع عن جسمك سؤال الأخير وصل عبارات العمود ألف بما ينسبها من العمود باء عبارات العمود ألف وصلها بما ينسبها من العمود باء تحمل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى جميع أجزاء الجسم تحمل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى جميع أجزاء الجسم هل هي الأوردة أم الشعيرات الدموية أم الشرايين تحمل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى جميع أجزاء الجسم الأوردة، الشعيرات الدموية، الشرايين نعم أحسنتم الشرايين هي من يحمل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى جميع أجزاء الجسم تحمل الدم الغني بثاني أكسيد الكربون إلى القلب هل الأوردة من الشعيرات الدموية؟ تحمل الدم الغني بثاني أكسيد الكربون إلى القلب نعم أحسنتم هي الأوردة مسؤولة عن نقل الدم والأكسجين والطعام المهضوم والماء من الدم إلى الخلايا لم يتبقى لدينا إلا الشعيرات الدموية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التنميذ نلتقي في الحصة القادمة ترجمة نانسي قنقر